بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا أدري شرف للعالم عندما يقولها الفتوى أمرها جليل وخطرها عظيم كثيرون يتصرعون فيها وكثيرون لا يبالون بماذا توصل إليه الفتوى كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء الأجلاء يقدرون خطر الفتوى ويعرفون عظيم شأنها الفتوى تتعلق بها دماء قد تراق تتعلق بها أعراض قد تفضح تتعلق بها أموال وحقوق قد تؤكل كم من فتوى تسببت في إراقة دماء وكم من فتوى تسببت في تفسيق أناس وتكثير آخرين عبر التاريخ رأينا وشاهدنا خطورة الفتوى جلس القاسم ابن محمد ابن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة سمع السيدة عائشة رضي الله عنها وسمع أبا هريرة كما يقول هو جالست عائشة وجلست أبا هريرة وجلست عبدالله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا هؤلاء هم أساتذته الذين تعلم منهم القاسم ابن محمد يقول يحيى ابن سعيد ما كنا نرى أن رجلا أفضل من القاسم ابن محمد هذا كلام الناس عنه ولننظر إلى مجلسه كيف كان يخشى وكيف كان يخاف وكيف كان يعظم ويجل أمر الإفتاء جلس رضي الله عنه وحوله تلامذته فجاءه رجل فقال أسألك عن شيء قال سل فسأله فقال القاسم لا أحسنه أنا لا أعرفه فقال له الرجل جئت إليك أنت لتفتيني في هذا الشأن ولا أجد غيرك قال ولكني لا أحسنه عندما يسمع الإنسان ذلك ويسمع تلك العبارة ربما تغره نفسه أنه أصبح قبلة الناس في المسألة يأتون إليه من أماكن بعيدة ولا يجدون غيره إلا أن هذا لم يغر القاسم ولكن قال لا أحسنه فانصرف الرجل وكان هناك رجل من كريش يجلس في مجلس القاسم فنصحه فقال يا ابن أخي ويخاطب القاسم بن محمد يا ابن أخي إلزمها أي إلزم كلمة لا أدري إلزم كلمة لا أحسنه طالما أنك لا تحسن الشيء لا تتكلم فيه قال يا ابن أخي إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منه كما رأيتك اليوم الفتوى شأنها عظيم كثيرون يفتون في الطب وهم ليسوا بأطباء وربما يكون طبيبا ويتدخل في تخصص غيره فيخطئ أكثر ما يصيب يتكلم في الهندسة ولم يدرسها يتكلم في علوم لم يطقنها هذا كله أمره عظيم لا ينبغي أن يتكلم الإنسان إلا فيما يحسن لذلك قال القاسم بعدما سمع هذه النصيحة من هذا الرجل الكبير في المجلس قال والله لأن تقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في شيء لا علم لي به رضي الله عن محمد بن عجلان الإمام الجليل عندما تكلم عن الفتية فقال إذا ترك العالم لا أدري أي ترك كلمة لا أدري كلمة الله أعلم كلمة لا أحسنه لا أعرفه قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى أدب العلماء وعدم التجرؤ على الفتية وعدم الكلام فيما لا نحسنه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته